افتتح سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير الطاقة أمس فعاليات مؤتمر ومعرض إدارة الطاقة الثاني الذي تستضيفه مملكة البحرين ويقام المؤتمر خلال الفترة من السادس إلى الثامن ديسمبر تحت شعار الطاقة المستدامة للدول النامية بتنظيم من الهيئة الوطنية للنفط والغاز وجمعية المهندسين البحرينية وبمشاركة أكثر من ستمائة مشارك من البحرين والسعودية وعدة دول خليجية وأقليمية وعالمية كما ويهدف إلى دراسة وتبادل وجهات النظار وسياسات الطاقة المختلفة وسبل الإدارة في هذا المجال وقد أشهد سعادة وزير الطاقة بالمبادرة التي أطلقها السمو ولي العهد على همش افتتاح الأطراف في باريس والذي أعلن فيها على الاستعداد مملكة البحرين لاستضافة المركز الأقليمي لصندوق المناخ الأخضر لخدمة منطقة غرب آسيا كما قام سعادة الوزير بافتتاح المعرض المصاحب حيث تعرض ثلاثون شركة أحدث ما توصلت إليها التقنية الحديثة في مجال ترشيد الطاقة والمحافظة عليها وإدارتها نحو تحقيق الاستدامة ترجمة نانسي قنقر